السلام عليكم وحمد الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو التاني. حقا ما كانش فيه في الخطة يعني ان انا اعمل فيديو تاني والحاجة هتعلق ببرنامج ولكن صديق البرنامج محمد اللي مش حول على اسمه. يعني كان قال لي على التاسك النازل الدين. وقال لي يعني ايه ان في بعض الزملاء بيوجهوا صعوبة في ان هما يفهموا المطلوب منها والخطوات المفروضة يمشوها وايه يعني الحاجات تيت عمل. وده متفهم جدا يعني لان احنا الحقيقة الاسع في الشديد يعني. اللي بتشرح في الكلية هو مجرد الاوامر بتشتغل ازاي? ولكن مش بناخد بشكل يعني ايه? عملي تكتب الكود ازاي? وايه الحاجات تخلي بالك منها? والتعامل مع البروسيسور بيكون عامل ازاي يعني والميموري والحاجات دي. فهحاول يعني ان انا بازن الله اغطي جزء من الجاب دي خلال الفيديو ده. المبدالين كده الفيديو مفروش حل يعني لو حدا متوقع ان انا حكون عندي او ان انا حشرح ازاي تعمل كلها فده مش هيحصل بس انا حشرح لك الاساسيات والتعامل الاساسي يعني اللي انت من خلاله ان شاء الله مع بعض الجهد اه هتقدر ان انت تعمل بنفسك يعني. طيب احنا اول مطلوب بالنسبة لنا ان احنا هناخد من اليوزر اه اه نمبر اه نمبر فحنشوف الجزء ده اه بشكل برضو يعني ايه اه اساسي دي دي من الاساسيات خالص ازاي تاخد من اليوزر الانبوت ده لو رقم هتعمل معها ازاي ايه الطرق المختلفة وايه عيوب والطرق يعني ايه ومشاكلها او تعاملك يعني مع كل طريقة من الطرق المختلفة هيكون عامل ازاي لان الرقم في كل طريقة من طرق اللي هنشرحهم هيكون موجود عندنا بشكل مختلف عن التاني جوانينا. بعد كده هتعمل بقى الكود اللي هو بيحسب الحسابات اللي هي مسلا الارقام العامل الاولية والمعامل المشترك الاصغر والقاسم المشترك الاكبر حاجات تعتبر المفروضة ان هي من اساسيات الرياضيات البسيطة اه مجرد عمليات حسابية يعني انتو تقدر انك وتعملها بنفسكم. اه بعد كده عملية ازاي تطلع رقم على الشاشة ازاي تطلع رقم ده في سطر جديد لو حابب ازاي تطلع رسالة برضو هتلاقي فتورة مختلفة وحنعدي على مجموعة الطرق ديت عشان نشوف برضو اه انا ممكن اعمل ايه عشان اه اكتب رقم على الشاشة وايه برضو المشاكل او التعامل بتاعي في كل طريقة من الطرق المختلفة. كود التاني عمليات وعمليات من العمليات الاساسية جدا اللي لازم الناس برضو اي حد تعمل مع هيكون محتاج ان هو يكون على الاقل خالص فاهم بتاع التفكير يعني بتاع عامل ازاي? وغض نزعنا تنفيذه في في هنطلب من المراضي ان هو يقول لنا هو عايز يدخل كم رقم? عكس الكود اللي كان مجبرينه ان هو يدخل رقمين. اه بعد كده هناخد منه مجموعة الارقام اللي هو طلبها دي ابتو متين خمسة وخمسين رقم. وبعد كده نبدأ ان احنا نكلاسفاي الارقام دي فردي وزوجي والارقام الفردية اه ننتبه بشكل معين والارقام الزوجية ننتبه بشكل معين. اللي هنكون مفروض غبطينا خلاص يعني ان شاء الله. ماشي. فاحنا كده بالنسبة لنا خلال الفيديو ده هنشرح التعامل برضو مع البرنامج بس من خلال بقى هناخد شوية كده على العمليات الاساسية اللي انت بتعملها وانت شغال. عشان في نهاية توصل ان شاء الله يعني انك تعرف تكتب ده واي كود تاني يعني يطلب منك او انت تحب ان انت تعمله في حياتك. طيب يلا بينا نشوف كده الحاجة الاساسية الاولى اللي احنا عايزين نتكلم عنها وهي ان انا اخد من اليوزر. اه انك تاخد من اليوزر دي حاجة وانك تاخد حروف دي ارتبر يعني ايه حاجة وانك تاخد ارقام دي تعتبر يعني ايه حاجة تانية شوية. طيب فعلى كده نبدأ احنا امتفقين مبدئيا حنشتغل على ده يعني لانه احنا كنا تكلمنا عنه المرة اللي فاتت قلنا انه هو وكنا برضو تكلمنا المرة اللي فاتت ان عندنا حاجة اسمها انترابت واحد وعشرين وشوفنا الانترابت ده من الحاجات اللي بتساعدني خالص قلنا الهلب بتاعته موجودة فيها كل الشرح اللي احنا محتاجينه اه تعالى كده عن انترابت واحد وعشرين لما ننزل تحت هتلاقي ان في ايه تارت واحد وعشرين مع بواحد حيريد من وحيحط لك بتاعة اللي هو ارادة في اللي اسمه طيب ما ده اللي انا عايزه بالزبط انا عايز اخد خلف واسجله عندي طيب تعالى نشوف اهو ننسخ المسال حتى على طول ممكن انا ما نسحكوش تعمله كده بس بس خليني اعمل مرة وعمل هنبدأ نشغله هلاقيه راح فاتح الشاشة دي وطالب مني ان انا ادخل حاجة ادخل اي ده ممكن يكون حلوق ممكن يكون ارقام خليني مسلا دلوقتي ادخل حلف الكابيتل وخلص اشغل الكود لحد ما يخلص خلاص اللي حصل دلوقتي ان هو خد حرف الاي كابيتل ده خط في الاي الحرف الاي كابيتل ده خط واحد واربعين بس احنا لو جينا فتحنا زي ما كنا اتفقنا المرة اللي فاتت هتلاقي واحد واربعين هو حرف الاي كابيتل خلص يبا هو ده بشعل بياخد الحروف اللي انا بديهاله او الحاجة اللي انا بديهاله ويخزنها في الاي طيب انا عايز رقم مش عايز حرف خلينا نجرب مرة تانية وشغل الكود وقول له مسلا رقم واحد هتلاقي كتب في في الاي اللي بتاعته واحد وتلاتين ليه كتب واحد وتلاتين لان هو بيكتب هتلاقي رقم واحد هتلاقي اهو رقم واحد اهو بالهيكسا دسما ال واحد وتلاتين وبالتالي هو كتب واحد وثلاتين طيب انا عايز الرقم ده اه اعيز الرقم ده اخذه اسجله عندي في فلو اسجلتو عندي في playable हتسجل واحد وتلاتين وانا مش عايز واحد وتلاتين في اسمل انا عايز اه عايز واحد وتلاتين بس اه عايز رقم واحد بس يعني اللي هو 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 نفس الحاجة فابلوح اعمله صب. ليه عملية الطرح يعني, واقول له Fresh من ده. اه الهكسة بتاع رقم صفر. عشان اه رقم صفر هو ايه? اه لو بصينا في كده مرة تانية. هتلاقي ان رقم صفر هو تلاتين. فبالتالي اي حاجة اي رقم من صفر وتسعة هو دخله دي. لو انا طرحت منه التلاتين دي. هيتفضلي رقم اللي انا عايزه بالزبط. لو طرحت تلاتين هيبقى صفر. لو طرحت واحد وتلاتين. اه لو هو من دخل لي بتلاتين دخلت منها تلاتين يبقى الواحد الاتنين التلاتة الحاجة التسعة. يبقى العملية كده كويسة ومزبوطة. يبقى انا لما اخلص السطر ده هيكون عندي في الاي ال واحد بس مش واحد وتلاتين هيكسة اللي هو بالدسمال يعني تمانية والدين. تعالى نجررها مرة تانية. اهو. فعلا بقى انا كده عندي في الاي ال رقم واحد بس. طيب. انا عايز اخد من رقم اكبر من تسعة. يعني الوقت المتاح عندي بالطريقة دي ان انا اخد رقم من صفر لتسعة واشيل منه الاي ال دي. فحيبقى عندي كده اه هشيل منه بتاع الصفر اللي هو ممكن تكتب تلاتين اكسر اسما تكتب بتاع صفر اكتب زي ما انت عايز. بس يعني انا قلته بدل ما اكتب تلاتين اكسر اسما اكتبها بالطريقة دي عشان برضو لو حد كالناسي ان هو لو عمل كده بحساب يبقى يفتقى. طيب انا عايز اخد رقم اكبر من اه متين خم اكبر من تسعة ايا كان. هو مسلا ان انا مطلوب مني في ان انا اخد رقم متين خمسة وخمسة من صفر ل متين خمسة وخمسين رقم اتبت اه ورقم دلوقتي من صفر لتسعة واقل من اتبت. فبالتالي انا محتاج اعمل العملية دي كزا مرة اه كمان. في الطريقة اللي هي مش زكية خالص ان انا روح واخد السطور السطرين بتوع ان انا اخد من ده. واروح اه مكررهم مرة كمان. وخلينا حتى ناخد عملية الطرح دي كمان بالمرة. لان اخد ناخد مسي كده. وبعد كده اقول له ان يليت ورام اخدت رقم واحد واخدت رقم اتنين. وهدي فعلا رقم اتنين اتخزن في الايال. بس خلي بالك تعملتها خلطة مفضيعة جدا. ان انت نسيت رقم واحد اللي فات. ليه? انا انت كاتبت جوى الايال كل ما تستدعي الانترابت واحد وعشرين مع الايه تشب واحد. الانترابت واحد وعشرين بيعمل ايه? بيخزن الناتج في الايال. طيب الرقم واحد اللي كان من شوية راح خلاص. طيب وبالتالي بقى انا محتاج اخزن الرقم ده الاول. قبل ما اه ان انا اخد الرقم الجديد. وخلينا مسلا اسجله في اللي اسمه واحد اتنين تلاتة اربعة اه هحط جواء الايال. او بيعني ايه? بلاش الارقام الصعبة دي? خلينا اقول الف. الف يعني واحد تلات اصفال. هخزن جواء الرقم اللي هو في الايال. وبعد كده اجي المرة اللي بعدها واروح مخزنه في اللي هو بعديه على طول الف واحد. وبعد كده اشوف. ادي رقم واحد. ادي رقم اتنين. خلصنا لو جيت بقى هنا فتحت بتاعتي. رحت اللي هو الف. هتلاقي فعلا رقم واحد متخزن زي ما انت عايز. رقم اتنين متخزن زي ما انت عايز. يبقى انا كده باخد ارقام بسجلها من المستخدم اه جوة بتاعتي. ولكن اه لسه مش بعمل حاجة صح. ليه? لان انا كتبت هنا رقم اتناشر. اه واحد اتنين ده بالنسبة لي اتناشر. انما هنا متخزنين كل واحد لوحده. وده مش مزبوط. بس خليه اه خليه دلوقتي كده شوية. وخلينا ناخد اه طالما احنا عايزين ناخد رقم ايت بيتس يبقى نعمل العملية دي. مرة كمان. بس ده حاجة مش زكية بقى. ان انا اقعد اكرر السطور دي. وازود الرقم ده من صفر الواحد بعد كده من واحد الاتنين. احنا طبعا بنتعامل مع ما ينفعش ان انا اكتب جواكو طويل ولا ينفع ان انا اكتب حاجات كتير بايدي كده ارقام وكده. لان انا بني ادم وبني ادمين عندهم ميزة خطيرة جدا جدا ان هم بيغلطوا وبيتلخبطوا هوا يعني ما ما تتخيلش بديه بنتلخبط وبنغلط. وبالتالي انا ممكن انسى مسلا برضا ان انا ازود الرقم ده ازوده بدل ما حط واحدة احط اتنين مسلا اي غلطة من غلطات البني ادمين الجميلة دي بتضمر الدنيا. بتالي يحبش ابدا ان انا اعتمد على بني ادمين في اللي انا بعدها. يبقى انا عايز اعمل آآ خلينا مسلا نسمي اللوب دي بدل من اعتمر على الم ادمين نخليه هو يكرر العملية بتاعته آآ بشكل آآ تلقائي. طبعا آآ مفروض انها يعني انا هبدايا كده اي حد عايز يشتغل لازم يكون مذاكر. تخيله لو عايز تكتب لازم تكون مذاكر اللغة اللي انت بتكتب بها الكود. حاجة خطيرة جدا يعني معلومة مش عارف ازاي كتغيب عندنا قبل كده. بس لازم تكون مذاكر الاوامر كويس قوي بخصوصا يعني من حاجات اللي حت يعني حتساعد عالي حتساعد جدا تسال عليك جدا خصوصا في التسك التاني مش الاولانية. ماشي المهم. آآ خلينا نقول آآ عايز اعمل لوب. فبالتالي امر لوب عشان يشتغل بيحتاج يكون فيه عدد المرات اللي انا هعمل فيها اللوب. هقول له تلاتة وكوني كتبت تلاتة كده ما كتبتش ولا يبقى تلاتة بجد وحتى كتبت بس يوم تلاتة برضو. ولكن يعني لازم تكون بتفكر نفسك بالحاجات دي حتى لو انت عارفها آآ مسبقا. ماشي. يبقى انا في جيت هنا قلت عزلت السطر ده ليل انا بحط جوة بواحد لايتش قيمت ومو تتغيرش. بالتالي مينفع ما فيش داعي ان انا اخليه آآ جوة هنا لان حضل بستهرك كل مرة اجي جوة السطر ده اروح نايل بواحد لما هوك اصلا كان بواحد يبقى عملية منهاش داعي. حطيت التلاتة دايما بتفكر هعمل عملية ايه الخطوات بتاعتها. التجهيز اللي انا عايز اعمله اعمله قبل العملية مش جوة العملية. جميل. حدخل اخد الرقم من حطرح من الرقم ده الصفر بتاع آآ بتاع معلش وبعد كده عايز اخزن الرقم ده. خلينا بقى بدل ما بنخزن الرقم ده في آآ كده احنا كاتبين رقم ونستخدم عشان آآ عشان نشاور عليه ولياكم مسلا خلينا بنكتب كل اسمول يبقى كل اسمول دي اي وهاجي هنا اقول له موف آآ دي اي الف هكسل نسبة. وبعد كده هقول له ايه? انكلمنت دي اي. بعد كده اقول له ايه? يعني ده آآ في بالي دلوقتي وفكرت فيه ومتخيل كده ان هو هيكون كافي ان هو ياخد تلات ارقام ويخزن التلات ارقام دول في الميموري. احتمال اكون ناسي حاجة اكون غلطان بس انا فكرت وده تفكيري آآ وصلني لي. ما تسيبش خطوة انت وصلت لها الا لما تجربها وتتأكد ان كل اللي انت عملته ده مظبوط وبيشتغل حلو وزي ما انت عايزه بعد كده تنقل الخطوة اللي بعدها. طيب خلينا نعمل انا عايز تكتب مية آآ تلاتة وعشرين. هل لي خلاص? تعال نفتح الميموري اروح اللي هو بتاعه اشوف ادي الواحد ادي الاتنين ادي التلاتة. دول مش مية تلاتة وعشرين دول واحد في الوكيشن الواحد واتنين في الوكيشن الوحدها تلاتة آآ في الوكيشن الوحدها تالي. طيب. يبقى انا كده بنعرف ناخد من بعرف اخد ده على كذا بيت ما فيه ما عنديش على كذا بيت اصلي ما عنديش مشكلة. باخد الارقام وبتعامل مع الارقام دي آآ كويس. ولكن آآ مش كويس او. بسه ناقص ان الرقم اللي هو دخله لي ده آآ داخل كل رقم في واحد ومش داخل آآ مرة واحدة. وده سهل خالص ان انت تحلو. ازاي سهل خالص ان انت تحلو. اول خانة الميات تاني خانة العشرات تالت خانة الاحد. فبالتالي انت ممكن تقول له. آآ موف ولياكم مسلا آآ اقل الحاجة اللي اه اه. الحاجة لدي اي بيشور عليها. يبقى انا كده حنقل مين? دي اي بيشور على مين? دي اي بيشور على لوكيشرا لسمه الف غلطان. تعمل مشريبة دلوقتي. ليه? لان دي اي زد تلات مرات هنا. تعال كده ننفرجك. اهو. تعال نشرق واحد اتنين تلاتة. خلص. لو انا جيت على طول هنا في السطر ده. وقلت له انقل حاجة اللي بيشور عليها. مدخل ان دي اي بيشور على رقم اول خانة زي ما انا كنت عايز. دي اي بيشور على الف وتلاتة. اللي هو مين في الميموري بتاعتنا? تعال نشوف كده. اللي هو ده. اللي هو فاضي اصلا. ما فيهوش حاجة. ليه? انه هو بيزيد. انا بزوده كل مرة بعد ما اعمل العملية بعد ما ما خزن في الميموري. وبالتالي هو بيشور على اللوكيشن اللي عليه الدور ان انا اخزن فيه. ام كلام خطير. على فكرة كلام خطير فعلا وبيعني ايه? راحت خلال الحياة واللي كتب فيها اكواد واللي راجع فيها اكواد يعني غلطات من دي بقى ايه بالكيلو يعني ما تقادلش. فتنتبه اوي اوي. طيب انا برضو بفكر دايما عايز اعمل عملية لازم اجهز العملية دي. ايه العملية اللي انا عايزها دلوقتي? ان انا احول واحد اتنين تلاتة لمية تلاتة وعشرين. العملية دي عشان اعملها محتاج احط الارقام في معين يعني. واخدهم الميموري. طب اخدهم الميموري من فين? من اللوكيشن اللي هم موجودين فيه اللي هو بداية من الدي اي بالف. وبعد كده يبقى انا كده نقلت مين? نقلت الواحد. اللي هو الاولاني يعني. المفروض بقى اروح اعمله ايه? اروح ضرب الكلام ده. اللي هو في الايه ال ده بكام بمية. طيب امر الضرب بيشتغل ازاي? تخيل لازم تكون مذاكر. طيب حصل ان انت مش مذاكر ومش حافظ. وده طبيعي برضو يعني عندك الهلب زي ما قلت لك الهلب جميلة جدا 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 جدا. اه في الحاجات دي. تعال ان شوف امر الضرب اللي هو عندك ايه مال وايه مال. طبعا احنا عرضين المال عادي. بيقول لك ايه انت في بيكون ناتج المضروبا في بتاعك. فلو انت عايز مسلا تضرب اه متين فاربعة فبتحط واحد في والتاني في الالبعة وبعد كده تقول له طيب انا عايز اضرب في كام? عايز اضرب في المية. خلينا نرجع مرة تانية بالكود بتاعنا. يبقى انا قبل ما اعمل عملية لازم اعمل بتاعنا. يبقى خلينا اقول له مسلا مو بي ال كام مية. حطتش حرف يبقى مش هكسة دي طريقة. يعني دي طريقة في انك تكتب وانت مواخر بالك انت ما بتحط عالف ما متحطوش. طبعا يعني احنا بنقدمين بنحب نغلط ونطلق بط يعني فضاع. بالتالي احسن حاجة انك تسبب طريقة. اه لو ما يعني لو حطت لخبط وعادة حطت لخبط سبب طريقة معينة. هتكتب دايما يبقى تكتب كل مش هتكتب يبقى متكتبش كل لو عايز تكتب حاجة تعدلها. بس طبعا عادة بتحمل مع ميموري وكده فتعوز الارقام فيعني عادة خليك تتعمل مع الا لو انت راقب بالك. طيب. يبقى هقول له اه بعد كده يبقى انا كده متوقع ان او الاكس بقى كله هيكون جواه ناتج ضرب الرقم اللي انا زودته من شوية آآ مضروبا في مية. تعال نشوف كده. واحد اتنين تلاتة. آآ خلص خلاص. هتلاقي ان الاكس جواه كام جواه البرع وستين هكسا ديسيمال. تعال نفتح الكالكوليتور بالمود بتاع البروجرامر ونشوف اربعة وستين هكسا ديسيمال ده طلعت فعلا مية يبقى انا كده بناشي مزبوط. بلاحظين ايه? انا كل خطوة بعملها اتأكد عن شوف الخطوة مزبوطة الحمد لله. انا للخطوة اللي بعدها. طيب. يبقى انا كده عندي رقب اللي هو واحد اتنين تلاتة عايز احاوله مية تلاتة وعشرين. عندي دلوقتي منه المية. عايز العشرين. العشرين دي متخزنة في اللي بيشاور عليه بعد كده. اللي هو يعني اقول له. اللي هو كان الف يبقى الف وواحد. طيب. وبعد كده عايز ااخد الرقم ده بقى انقله آآ لرجستر. عايز انقله ولكن اللي انا قالت فيه من شوية الجوادي الوقت مين? اللي هي اللي هي المية اللي انا عملته. وعشان اعمل عملية الضربة. انا الوقت عندي رقم اتنين. عايز اضربها في عشرين. لو ضربت طهف عشرين. هيحصل ايه? هيمسح القيمة اللي انا عملتها من شوية. لان عملية الضرب لازم تتم في الاقل. طيب مشكلة هنا خطيرة. طيب عندك حلول كتيرة بقى. حلم انه من اكمل الاول ما تستخدمش الاقل. لأ. لازم استخدم الاقل عشان ايه شوية عايز اضرب في مية. لازم عشان اضرب في مية. آآ استخدم الاقل. حال. ناتج العملية اللي تم هنا ده اللي هو رقم آآ مية. انقله لرجسر تاني بشكل مؤقت. وليكن مسلا آآ دي الي. يبقى انا كده المية. اه انا انا حطيت في حطة خلق معلش. السطر ده. بعد عملية الضرب ناتج عملية الضرب هحطه في الدي ايل. يعشان اللي هو رقم مية خلاص احتفظ به على جنب دلوقتي. وبعد كده اكرر مرة تانية العملية دي. ان انا هاخد الدي اي بتشاور عليها واخطها في الال. وبعد كده عايز اه احط فيه الرقم اللي انا حضرت فيه اللي هو دلوقتي عشر لان انا في خانة العشرات. وبعد كده اعمل عملية الضرب. ما نصحكوش خالص ان انتو تعملو كوبي بيست زي ما انا بعمل كده. ولكن انا بس عشان نتسرع وقت الفيديو يعني متزهقوش. بنصخ الحاجات المكررة. بس يعني نصيحة وانتو بتكتبو عشان انتو بنيادمين وتحبو في اخبطو. ما تيعملوش اللي انا بعملو ده يعني. مش. ايه بقى انا كده? خدت الرقم التاني اللي هو الاتنين. حطيته في الال. ضربته في عشرة. وبقى انا كده عندي في الال دلوقتي العشرة. وعندي فيه اللي نقلنا فيه من شوية كان مين. الديقل جوة مين المية. تعال كده نعمل ونشوف فعلا الكلام ده حصل على الواحد اتنين تلاتة. خلصنا. هتلاقي هنا الديقل الجوة فعلا الاربعة وستين. مش لازم نخش او التفاصيل. اللي هي كانت مية. والبيقل دلوقتي. آآ جوة العشرة اللي احنا بنضع فيها. والايقل جوة رقم البعتاشر بالهيكسا ديسيمال اللي هو لو جينا دلوقتي على الالة الحسبة دي. وشوفنا رقم البعتاشر ده هتلاقيه في الديسيمال فعلا عشرين. هو مش البعتاشر يعني هو واحدة البعض بس يعني احنا بنستثل لنقول لها البعتاشر. بس هو يكسر اسمها بفوت طول واحدة البعض هنكسر اسمك. يعني لو انت عيس تبقى رسميه. جميل طيب يبقى انا كده عندي العشرين وعندي المية موجودين في وعندي التلاتة اللي هي بقى من الاخيرة دي احد خلاص موجودة في اللي هو عليه الدول. يبقى انا لو زودت الدي اي بلوكيشن واحد يبقى دي اي بيشاول على التلاتة دي. آآ ممكن بعد كده اقول له ااد. بعد كده اي ايل مع دي ايل. يبقى انا كده جمعت المية على التلاتة وعشرين وخلق حطيت الناتج في الاي ايل. بعد كده اقول له اا مين كمان بقى على اللي الحاجة اللي بيشاول عليها اللي هي التلاتة فلو جيت عملت كده عملت له ده واحد اتنين تلاتة وخلص هتلاقي جوة اللي بدلوقتي بنعندك سبع بي اللي هو كان يا طبعا اللي هو كان يا طبعا طبعا المتوقعين اللي انا بعمله ده ان هو سبع بي اللي هو مية تلاتة وعشرين. جميل الكلام ده. يبقى دي طريقة ان انا اخد من رقم اا تمانية رقم وطبعا هو هيدخل لي فانا هحوله من الى القيمة بتاعته ولكن هتاخد شوية خطوات مني زي ما انتم شايفين كده. طبعا برضو اللي انا عملته هنا ممكن حد يفكر ان هو يختصره ينفزه بطريقة افضل ما فيش مشكلة نحاول ان احنا بس ايه انفز كل حاجة بالطريقة اللي هي ايه المباشرة جدا اللي ممكن تخطر على مبل اي حد هو بيفكر هو بيشغل بيسجل فيديو يعني. اه وانا لو عملت كده فانا اقضى من النباحة يعني ان شاء الله حيكون هو افسط حاجة ممكنة يعني. وطبعا الناس بقى ايه اه تحسن هي مع نفسها يعني. طيب دي اول طريقة تاخد بها ارقام ارقام ديسيمل وتخلي بالك من ارقام طيب. اه تعال انا اعملها كده مرة كمان. وخليني اكتب مسلا خمسمية خمسة وخمسين. خلني بالك. دلوقتي انا كان الناتج في النهائي. الناتج النهائي بلاقيه هنا في الايل اللي هو كام اتنين بي. لو جيت فينا قلت له اه عندي يا سيدي اتنين بي. هتلاقي كام ديسيمل? اربعة وتلاتين. بس انا اخلت خمسمية خمسة وخمسين. خمسمية خمسة وخمسين دي اصلا رقم اكتر من تمانية بس انا كنت عايز ما تدخليش رقم اكتر من تمانية. يبقى هنا انا محتاج اه اعمل عملية اه تانية وهي عملية اه تأكد هل اللي دخله ده بعد ما حسبته. كان مزبوط ولا ما كانش مزبوط لانه ولا ما كانش مزبوط اقول خلي بالك انت عملت حاجة غلط. لو كان مزبوط اقول خلاص كان تدخيرك او يعني اعمل اكمل حياتي بقى زي ما كانت المفروض تستمر. يبقى انا عندي دلوقتي حاكتين. ازاي اتأكد ان دخله مزبوط. ولو ما كانش مزبوط اعمل ايه? القرار بقى. لحظة اتخاذ القرار وبالتالي محتاجين بس دور سبحان الله لما نكون شغالين بلغة نكون مذكرينها. كنا بنتخذ اه بنعمل عمليات المقارنة دي ازاي? عن طريق امر الكمبير. تعال نشوف امر كان موجود فين? هاي دي اخو. قال لكمبير بيطرح من بعض. ولكن مش اه مش بيخزن الناتج في حتة هو بس بيأثر على طيب ليه بس بيأثر على عشان اتخاذ القرارات كنا دايما في اللغة الجميلة بتاعتنا دي بنتخذ القرارات ازاي? انتخذ القرارات عن طريق العمليات سواء او اي حاجة كانت بتساعدنا اتخاذ القرارات وكانت بتمبني القرارات بتاعتها دي على فبالتالي امر الكمبير والتست برضو من الاوامر اللي هي بتساعدنا ان احنا اه نعرف البرامتر زياني اللي احنا هنتخذ القرار على اساسها. انا عايز اكمبير دلوقتي عايز اقول له كمبير بكم بنتين خمسة وخمسين? خلي بالك انت بتكتب ديسيمار ولا بتكتب لو هو دخل لي اه رقم اكبر من متين خمسة وخمسين اه خلاص هيبوص. يكون بير المفروض يقول لي ان هو دخل رقم اكتر من متين خمسة وخمسين. فبالتالي اه اتخذ القرار زي ما بكنا بنتكلم ان هو اطلع له مسلا رسالة ولا حاجة انا شوف اتعله رسالة ازاي? اقول له خلي بالك انت غلطان انت دخلت رقم اكتر متين خمسة وخمسين. لو ما كانش دخل لي الرقم اقل منتين خمسة وخمسين اقول له بقى اه كان دخل رقم اقل منتين خمسة وخمسين يعني اقول له هات الرقم التاني. طيب تعالي نجرب كده. وهنشغل كود زي ما اتفقنا بالحالة السهلة ادي مية تتاة وعشرين. تعال نشوف بتاعتي. طيب انا دولة اطلعت مية تتاة وعشرين ناقص متين خمسة وخمسين. النتج بتاعي اه المفروض ان انا طرحت رقم صغير طرحت منه رقم كبير. فبالتالي اكيد حصل فبالتالي انا ممكن من اللي بعمل عليها بشكل يعني في عامل كتير بتعتمد عليها لو طلع بواحد يبقى الرقم ده مزبوط اقل من متين خمسة وخمسين. لو طلع بزيره يبقى الرقم ده كان اكبر من متين خمسة وخمسين. تعال نجرب مرة تانية ولكن مرة دي اكتب مسلا رقم تلتمية. تلتمية يفترض ان هو اكبر من متين خمسة وخمسين. وبالتالي لما هرش متوقع ان الكالفلاج يكون بزيره. مفاجأة الكالفلاج لسه بواحد. طب ليه الكالفلاج لسه بواحد? مش عارفين صح? تعال نعمل كده نشوف احنا غضطنا فيهن يا طرح. رجعنا هنا بعد السطر بتاع اضافة الاخيرة دي. يبقى انا دلوقتي عندي جواء الرقم اللي انا دخلته اليوزر اللي هو دخله يعني وانا حسابته من تعالى حتى نشوف الميموري. هنروح كده الالف وشارع عليه. الف ومية. هتلاقي ايدي التلاتة ودي الصفر ودي الصفر تلتمية اللي هو دخلهم فعلا موجودين. طيب. هل هم فعلا موجودين في اللي بقى? عشان اروح ما دي. هتلاقي اللي جواء اتنين سي. يا ترى اتنين سي ده. اللي هو مين? اتنين سي. اربعة واربعين. ليه يا ترى في اربعة واربعين. مفوض يكون في تلتمية. لأ حضرتك ان ده غلطان. الال ده. اصلا السايز بتاعه متين خمسة وخمسين. فهو حصل اولا دي. ومسجل القيمة الغلط. مش مسجل القيمة اللي زي مدخلة. يبقى انت اصلا تفكيرك من الاساس كان مش مزبوط. بناء على ان انت اعتمدت على النقطة. النقطة دي مش صحيحة. النقطة دي اللي هي بتقول ايه? لو دخل رقم اكتر من متين خمسة وخمسين. انت هتلاقي رقم ده موجود في في فلما تعمل مقارنة هتلاقي الرقم ده آآ لسه معك. وده مش مزبوط. طيب. ازاي بقى يا ترى? ممكن اعمل على الرقم اللي دخله انه هو فعلا اقل من متين خمسة وخمسين. ولا اكبر من متين خمسة وخمسين. عشان لو هو كان اقل من متين خمسة وخمسين. اكمل العملية. لو كان اكبر من متين خمسة وخمسين. اقول لي انت دخلت رقم اكبر من تمانية بيت. وانا كنت عايزك تدخل رقم تمانية بيت. بس. محتاجين نفكر في طريقة ماشي. محتاجين حل تاني. ايه الحل التاني? هي المشكلة. المشكلة ان الرقم اللي بقول اليوزر بدخله لما بيكون اكبر من متين خمسة وخمسين مش بيتسجل عندي اصلا. لان انا بعمل اه بتتخزن في ال 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 ا 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 اكبر حاجة بتخزنها امتين خمسة وخمسين فلو ادخلي رقم اكبر من متين خمسة وخمسين مش بيتخزن عندي. طيب يبقى الحل البسيط جدا ان انت ما تسجلش في اه ال ال سجل في ال ا اكس. جميل. تعال نشوف نراجع مرة تانية كده بتاعتنا لما نكون عايزين نعمل عملية فين الملتبليكيشن. لما يكون بتاعنا اي اكس. اه لو بتاعنا بيت. هيخزن الناتج في. يبقى بيحطيلي الناتج في اللي هو ايه? اللي مضروبا في وبالتالي انا بوساطة شديدة جدا لما باجي هنا اه اخزن الناتج بتاعي. بدل ما اخد الناتج في ال اخد الناتج في ال دي اكس. يبقى انا كده خزنت الرقم اللي هو تلتمية كله على بعد. تعال كده نجرب طبعا هيعمل لي فشل لان انا في ال دي اكس. غلط. اه ماشي ناخد تلاتة صفر بعد كده عمله ستوب صفر عشان نكمل الباقي بسنجل ستيب. اه يبقى انا اقري احعمل عمل عملية الضلب دلوقتي قادي يمو بي ال اه ضلب المية في التلاتة طلع تلتمية اللي هو واحد اتنين سي تعال هنتأكد كده واحد اتنين سي فعلا تلتمية. بعد كده هنخزن الناتج ده كله فين? في ال دي اكس. يبقى دي اكس دلوقتي جواه الرقم اللي هو تلتمية. العملية اللي جاية هيعمل عملية الضلب رقم العشرات. حيضرب رقم العشرات ده في اه عشرة ايا كان الناتج عمره ما هيكون اكبر من متين خمسة وخمسين فمش هتظهر عندنا المشكلة دي اه مرة تانية. بقى اللي قال بالنسبة لك الوقتي اه هو رقم اه هو كافي يعني. وبعد كده اعمل مرة تانية. واجمع الارقام كلها على بعض ولكن عملية الجامع المريضي فاجه مش مزبوطة ان هو بيجمع ايه? بيجمع مع الال وده مش صح. الال دلوقتي هو لجواه. الال لجواه رقم العشرات من اخر عملية جامع. والدي ال اللي خلاص اللي احنا قلنا ان هو غلط المفروض يكون الدي اكس هو لجواه رقم بتاع الميات. يبقى رقم الميات منقود في الدي اكس. المفروض عايز اجمعه على اللي هو المفروض جواه دلوقتي رقم. العشرة اجمعهم على بعض وبعد كده ازود عليهم اه الرقم اللي دي اي دي الشاول عليه. رقم دي اي رقم في الاحد فلو جمعته على بس. اه مش هامل برضو مشكلة. تعال انجرد دلوقتي كده. يبقى انا الناتج النهائي عندي حيكون موجود في مش في الاي مش في الاي اللي بقى حيكون موجود في الاي اكس. انشان يبقى اكملنا يعني كل حاجة. تعالى ندخل تلاتة ندخل. خليها تلاتة البعا او تلاتة تلاتة اربعة مثلا. ستوب. بعد كده هيبدأ يدرب اول عملية ضلب يخزن الناتج بتاعها في اللي هو زيادة واحد اتنين سي اللي هي فعلا اه تلتمية. بعد كده تاني عملية ضلب اللي هي اه الرقم التاني اللي هو كان تلاتة في عشرة يطلع تلاتين اللي هو واحد اي تعالى حتى نتأكد كده. واحد اي فعلا تلاتين. يبقى دلوقتي عندنا التلاتين في الاي اكس. عندنا المية في دي اكس. لو جمعت عليهم اه لو جمعتهم الاول مع بعض. اه هيطلع واحد البعا ايه. اللي هو تلتمية وتلاتين. عايز زود عليهم دلوقتي رقم الاحد اللي هو كام في الدي اي اه البعا. يبقى تلاتة عندنا تلاتة تلاتة اربعة اللي هو زير واحد اربعة اي تلتمية ابعة وتلاتين فعلا. اخيرا بقى دلوقتي لو عملنا عملية بعد كده جينا نبص على الفلاج حنلاقي ايه. ان اه دلوقتي انا طرحت رقم كبير ناقص رقم صغير فلا الكاري فلاج حيترفع ولا زيرو فلاج حيترفع وبالتالي الرقم اللي هو دخله ده اه رقم اكبر من متين خمسة وخمسين فانا المفروض اعمل ليه? النقطة دي مهمة شوية. اه دلوقتي هو لو دخل الرقم اقل من متين خمسة وخمسين امر كومبير حيترح الرقم ده يطرح منه متين خمسة وخمسين. فالكاري فلاج حيترفع لان الرقم صغير ناقص رقم كبير. لو ادخل متين خمسة وخمسين بالزبط الكاري فلاج مش هيترفع بس الزيرو فلاج حيترفع لان هو كده متين خمسة وخمسين ناقص متين خمسة وخمسين. لو هو دخل اه رقم اكبر من متين خمسة وخمسين يبقى الرقم الاكبر من متين خمسة وخمسين ده. اه لا هيعمل كاري ولا هيطلع بزيرو. وبالتالي انا عايز دلوقتي اشوف معين لو الرقم اللي هو دخله لده اكبر من اه متين خمسة وخمسين يعني ان والزيرو فلاج آآ يكونوا آآ بسفارة. طبعا احنا عندنا في الاوامر لو حد كان مذاكر لو حدش مذاكر يوح يزاكر بعدين يكمل شغل. هتلاقي ان عندك امر اسمه جمب جريتر ذان. او يعني الحقيقة بش عارف انتو اخدتوا لسه الجزء ده فيما انا جلق لأ برضو. جمب جريتر ذان هو بيشوف الكاري فلاج والزيرو فلاج لو بتاعهم بيقولك ان الرقم زي ما احنا شرحنا من شوية رقم الاولاني كان اكبر من التاني في عملية هيتجمب الى اللي انت حتديله اللي بتاعه فيبقى احنا دلوقتي محتاجين نعمل هنا ليبل مسلا بعد عملية دي نقول له جمب جريتر ذان وندي له ليبل بقى معين ولياكم مسلا اسمه يروح يجمب على الليبل ده لو كان دخالي رقم اكبر من خمسة وخمسين. حلو كده. خلينا نلخص كده العملية عشان نشوف ونتأكد ان احنا فهمنا كويس اللي حصل. انا اخدت من تلات ارقام تلات ارقام دول اه كانوا بيجولي فانا باطلح من هم صفر عشان يتحولوا بعد كده بخزنهم في اخترتوا اه بعد كده كانوا في الميموري متخزنين مستقلين عن بعض. اه مثلا واحد اتنين تلاتة 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 اربعة اي حاجة كانوا مستقلين عن بعض. انا عايز اجمعهم كلهم مع بعض في رجستر واحد. بعد كده اشوف الرقم اللي هو دخله لي ده متين خمسة وخمسين والاسر متين خمسة وخمسين عشان انا الكنديشن اللي انا حطه ان انا عايز دخلي رقم يعني رقم من صفر الى متين خمسة وخمسين. فاللي عملته ان انا جمعت الارقام دي دربت الميات في مية وحطتها في بعد كده دربت العشرات في عشرة وحطتها في الاي ال بعد كده جمعت او يعني جمعت مع 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 و رحتم زور عليهم الرقم بتاع الاحد قرنت الناتج اللي طلع لي بنتين خمسة وخمسين لو كان اكبر بنتين خمسة وخمسين حيدديني لو كان اصغل من متين خمسة وخمسين. اه هيكون كويس. طيب. يبقى انا دلوقتي محتاج اتعلم ازاي اطلع رسائل اللي هي بتقوله خلي بالك انت عملت حاجة غلط. والمفروض ان انت دلوقتي اه تعيد تدخل الرقم مرة تانية لانك دخلت رقم اكبر من متين خمسة وخمسين. وبالمرة يعني ما فيش مانع ان احنا ندخل له رسالة في الاول تنبيهية تقوله دخل الرقم دلوقتي وياريت الرقم ده يكون ما بين الصفر والمتين خمسة وخمسين. فخلونا نتعلم دلوقتي يترى ازاي ممكن ادخل او اطلع بقى لليوزر رسائل. تعالي نرجع بتاعنا ونشوف طبعا احنا عندنا واحد وعشرين مع الافس التسعة. هتلاقي ان الانترابت ده بيساعدنا ان احنا دي موجودة في اللي اللي بيشرع عليه وقال اللي بيحصل ان احنا بنعرف ليه البرنامج بتاعنا اه دي حاجة محقق نهاج قبل كده في الماناج خلينا ناخدها دلوقتي. انت بتقول له وبتعرفه اسم اللي انت حتخزنها دي وليكن مسلا اسمها بعد كده بتقول له يعني يعني كل من اللي موجودة جوه دي خزنه في بعد كده بتادي له بتاعتك اهي موجودة هي هتتخزن في كل حرف من دول هيتخزن آآ في بعد كده بجي جوه الكود انا عايز اه استخدم طرابة واحد وعشرين لما بيكون تسعة اللي هو المود يعني التاسع آآ هيتبع الحاجة اللي بيشار عليها من فبالتالي بروح على الدي اكس بقول له ان الجوا بتاع كلمة دي اي ان كان بقى هي متخزنة فين في الميموري آآ جوة هيتنقل بتاعها آآ هنشوف الكلام دلوقتي عمل يعني بعد كده بقول له خليلي بقى الاتشب تسعة عشان اجهز الانتضبط المود بتاعه بعد كده اكل الانتضبط فاللي هيحصل ان هو يطبع الكلام ده على الشاشة تعالى نطوع الكلام ده لصالح. آآ ملحوظة اخيرة ان دي مش كود يعني اللي انت ده مش كود آآ فبالتالي ما ينفعش يكون موجود جوه كود ولازم يكون برا الكود يعني يكون في حتة مش بيحصل فيها يعني مسلا بعد الهالت بعد الهالت خلص كود وقف آآ فتقدر ان انت تعمل اللي انت عايزة. خلينا مسلا نقول ونخليه دي بي يعني ممكن تكون دي دابليو يعني ساعتها كل حاجة حيسجلها في بعد كده ايه آآ خلينا نقول مسلا خليها مسج بسيطة دلوقتي لحد ما نشوف العملية وشغالة وبعد كده نحسن الاداء الشوية واحدة واحدة. يبقى بتاعتنا بتقول آآ بعد كده عايزين آآ اللي اسمه اللي هيحصل جواه ان احنا هنموف بزيرو تسعة وبعد كده هنموف بتاع ماسج يبقى انا كده جهزت الانترابط ان هو اشتغل بعد كده اقول واحد وعشرين هكسو. زي ما كان عمل في المسال بالزبط. قدرنا اهو. جهزت جهزت الانترابط وبعد كده عملت كل الانترابط وحقت المسج تحت. طيب. آآ لو بالتفكير كده هنلاحظ ان احنا عاملين حاجة مش مزبوطة. الحاجة المش مزبوطة. الار ده محطوط بالزبط تحت الكون. احنا رسا ما كملناش الكون صح? فبالتالي في كل الاحوال هتلاقيه نزل جوه هنا سواء عمل جنب لان هو بيجنب على السطر اللي بعده على طول. فخلينا عشان نتأكد بس ان هو مش هيجنب على النقطة مش هيروح النقطة دي يعني غير لو هو فعلا. خلص ان انا اعمل بعد الدفاق دي جنب تانية كده على نهاية الكود عشان بس آآ يعني ايه لاغراض المسال دي الوقت يعني لان احنا نسا ما كملناش الكود بتاع الجنب دي مش مزبوط. طيب نعمل الكود خليني اولا رخل واحد اتنين تلاتة شوف حصل ايه وصل للهارد مفيش اي مشكلة ما وقفش في حيطة. تعال اعمل لوران مرة تانية ادخل تلاتة تلاتة اربعة. طلع لي ايه بقى الايرو ده? قال لي اللي انت هتطالي في ادرس الفلاني ده مش لاقي البيت اللي هي اتبعة وعشرين هكس آآ افتر الفين بيتس والكوريكت وحاطت لي اللي كان موجود في النت. ايه اللي حصل? حصل يا فندم ان احنا قلنا معلومة مخطيرة ان هو بيقول ان في بيت هو بيدور عليها. البيت دي لو فاكر رقم بتاعها او لو مش فاكر ادي رقم بتاعها بالهكس ديسيمال اللي هي بتعبر عن الدولار ساين. فين بس الدولار ساين? اهي اربعة واشين اكسر اسمال. ليه? لا احنا اتفقنا اتفق. الانتظارات ده عشان تستخدمه عشان تطبع المسج لازم تكون بتنتهي بدولار ساين. لو ما عملتش الدولار ساين فايطلع لك المسج اللي كانت بزهرت قدامك دي. يقول لك انها عديت الفين في الميموري مش لقى الدولار ساين. وبالتالي في مشكلة. انا هحاعد اطبع الى مالة نهاية. تعال ان نطبع مرة تانية المرة دي ونشوف اه دي فعلا قال لك ايه? دي بقى انت كده عملت حاجة غلط. دي بقى انا كده مبدعيا بعرف اطبع آآ رسائل على الشاشة. بعرف اعمل واشوف آآ جنان على ده ان انا اطبع على الشاشة. ممكن بقى يعني ايه نحسن الاداء شوية بس يعني مش عايز نطول اول المس اللي فانتو هتعمدوا مالنافسك وتيجينا في الاول قبل الانبوت في بداية الكود خالص. كده رسالة ترحيبية جميلة منك. وتقول له يا ريت تدخل لنا رقم الاولاني والرقم ده يكون آآ اكبر من آآ مئتين خمسة وخمسين. فلو دخلك الرقم الاولاني ده. اصدق اقلي من خمسة وخمسين معلش. وآآ كان اقل من مئتين خمسة وخمسين تروح واخر منه رقم تاني. اه الرقم الاولاني ده. اه كان اكبر من متين خمسة وخمسين. تروح بقى مطلع له رسالة زي رسالة ديت مسلا تقول له خلي بالك انت دخلت اه رقم او رقم ده كان اكبر متين خمسة وخمسين وده ما اتفقناش عليه. بالتالي قعد ادخال الرقم مرة تانية. وتروح بقى اه الزيادة بقى ان هنا هيكون بعد الجنب ده. بعد الانترابط ده طبعا هتروح بقى اعمله على فين ده? على مرة تانية. اللي هو بتقوله فيها دخل الرقم الاولاني وتروح نستني منه الرقم الاولاني وتقرنه لحد ما يدخلك رقم مزبوط اقل من متين خمسة وخمسين. اه دخل الرقم او بيساوي متين خمسة وخمسين. دخلوا تنقل على الرقم التاني. قل مستحيد العملية دي مرة تانية. دخل الرقم التاني خلاص مزبوط. هتروح بقى تبدأ بتعمل العمليات الحسابية اللي مطلوبة منك على الرقمين لحد ما تكون عايز تطبع الرقمين دول مع بعض. هنقف هنا دلوقتي. في بعدة احنا عندنا تسكين تسكي الاولانية كان بيقول لك هات الرقمين. فبنعرف ناخد الرقمين دلوقتي وفاهمين البروسس بتاعتها ازاي. اه العمليات الحسابية دي بتاعتكم عمليات بسيطة وانا زي ما قلت انا مش مش هدفي ان انا اعمل هدفي بس ان انا قفل ما بين المنهج وبين انت بتكتب الكود ازاي وبتحل المشاكل اللي بتواجهت ازاي في حياتك. باستخدام المنهج. اه وبعض الامور بتنبرر منهج يعني بقى من الصراحة. اه التانية فاولها طلب منك انك تاخد اه رقم من صفر الانتين خمسة وخمسين اللي هو عدد العمليات اللي المطلوب من اليوزر اللي هو يعملهم. او يعني عدد الارقام اليوزر حيدخلها لك اللي هي كلها ارقام من صفر الانتين خمسة وخمسين. اوكي. بنعرف نعمل ده اراتي. اللي هو الان. وبعد كده قال لك خد الارقام دي بقى. يبقى انت كل اللي احنا بنعمله دلوقتي ده هتعيده كم مرة ان مرة. هيكون في لوب بقى محترمة كده عندك. اللوب دي هو بيدفاين الرقم بتاعها في الاول اللي هو بيدخله لك وبعد كده تقعد تعيد اللوب دي وتخزن كل رقم من صفر الانتين خمسة وخمسين. بتأكد ان الرقم ده اا اقل من امتين خمسة وخمسين كان كده. تخزنه في الميموري. كنت عارف مكانه. بالاندكس زي ما احنا كنا بنعمل كده. متعديش للرقم اللي بعده غير لما الرقم ده يكون مضبوط. طلع الرقم مضبوط طلع هعمل ايه? نائل على اللي بعده. واخده منه. تخزنه في الميموري. وهكذا وهكذا وهكذا. لحد ما تخزن من اللي هو عايزهم. اللي هو ان شاء الله يدخل لك ميتين خمسة وخمسين رقم. انت عندك لوب. عملت بتاعيد. يعني هو المكتوب على الشاشة ده مع شوية رطوش بسيطة. انت هتعملها. مع طبعا لو انت بس تركز وانت شغال انك كل خطوة تعملها تسميليك الخطوة دي تتأكد انك ما عملتش حاجة غلط. تكامل الخطوة اللي بعدها هتلاقي ما فيش تغييرات كبيرة اوي في الكود عن اللي احنا اريد اتعلمنا مع بعض. طيب. يبقى احنا اخدنا اين بوت مليوسة. وعرفنا نطلع له اه المسج. المسج دي ممكن لقينا لها اهداف مختلفة. ممكن تكون زي كده. ممكن تكون ممكن تكون اي حاجة. اه او دي دي كات ارور انت وبعدها تعملوا والكامل الحاجات الجميلة. اه ممكن ابي عايز دلوقتي اطبع المسج دي في سطر جديد. او بعد ما يعني هي محتاج اطبع المسج في سطر جديد او بعد ما طبعت المسج دي اخلي يكتب في سطر جديد. لان زي ما لاحظتم من شوية. احنا لما عملنا الكود هنا بما كرابنا مسلا التلات تلاتات العمالي يطلع فين اه في نفس المكان بالزبط. ده غلط. طبعا الكود دلوقتي انت لاحظتم ان هو بيهايس عمالي يعمل بعضه. يعني احنا ما جهزناهوش ان هو يطبع من جديد. ما جهزناهوش ان هو آآ ياخد من جديد. ازاي برضو يعني كويس ان ده حصل عشان نركز على الغلطة دي. دلوقتي احنا جينا هنا في قولنا ايه تسعة. يبقى الانترات واحد واشنين شغال دلوقتي في بتاع تسعة. وجينا عملنا على جنب على جنب على هيدخل عطول يوح معامل ايه? عامل لانترابت واحد وعشرين. طيب لما بيعمل لانترابت واحد وعشرين يلاقي بيعمل ايه يا ترى? بيعمل بتاع التباعة اللي هو تسعة. بالتالي دي غلطة. انت كان المفروض تنقل بقى السطر ده. هنا جوه اللوب او تعمل على وده احسن. يعني انا بالنسبة لي ده احسن. الجنب ده بدل ما يكون هنا يكون هنا مسلا. ودي تبقى على هناك. بحيس ان هو يبدأ الكود مرة تانية من اول وجديد. خلينا برضو نوريكم الحيطة دي وبعد كده ادي ايرون وبعدين اهو. وقفت مستني منك رقم جديد وعليكم بسلا باخر رقم صح. هيقول لي خلاص صح ويكمل الكود بقى الاخر. طيب الملحوظة بقى اللي انا يعني بتكلم عنها عشان آآ آآ ننقل الخطوة اللي جاية. ان هنا في مفيش المساحة. كتب التلات ارقام اللي انا قدتهم له. طبعا في نفس السطر. خدت تلات ارقام حتى ما تدناش نفس. ما عملش مسترع. ودي حاجة ممكن تدايق ناس كتير. انا من نوع. طيب يا ترى ازاي ممكن اخلي اليوزر اخلي التباعة دي تطبع لي سطر. اظن ان انا كنت اديت آآ طريقة. شرحتها حتى يعني ما عملتاش بس شرحتها المرة اللي فاتت ان انت بتطبع على الشاشة حاجتين من اللي هما عشان ينزل سطر جديد ويبدأ السطر الجديد ده من اوله. فدي طريقة خلاص اللي انتم المفروض عارفينها. تعالوا نشوف هل في طريقة تانية ولا ما فيش. الحقيقة الحقيقة اوه في طريقة تانية ان انت تطبع بيها آآ والمسج دي تكون تتنزل مسلا مع ده سطر او حاجة. وهي طريقة بقى مش باستخدام هي طريقة جديدة بلده منبرة المنهج والحقيقة منبرة حتى الطبيعي بتاع يعني ولكن هي حاجة من حاجات اللي الناس بتوع ده اللي عاملينها. هو عاملينها كويس قوي. وبالحقيقة انا يعني مستغل للوقت ده ان انا اقولها عشان هنحتاجها كمان شوية صغيرين. ايه بقى? تعالوا هنا نتشوف هتلاقي ان هم عاملين اسمها اللي هي اميو تمانين ستة وتمانين دوت يعني. هتلاقي ان هو بيعرف فيها بعض الماكروز هتلاقي في ماكروز اسمه يعني في في ماكروز اسمه يعني كود هم عاملينه داخلي كده وانت تقدر ان انت تستخدم الكود ده على طول. في حاجة اسمها آآ بتديها وهي بتطبع دي على طول بدون بقى ما تحتاج ان انت تعمل آآ انت رابط واحد وعشرين ولا اي حاجة. لو حضر يعني ايه تلصص عليهم من جوة هيشوف بقى هم بيعملوا ايه من حياتهم يعني. في حاجة اسمها برينت ان. برينت الحاجة زي ما هي وبعد كده يطبع بعدها تانية والنيولاين فبيطبع وبعد كده ينزل السطر الجديد. آآ فدول مهمين وكويسين قوي في انك تستخدمهم لو انت عايز. عشان تستخدم الناس الكويسة دي محتاج ان انت بتعمل اللي هم عنينها دي. عن طريق السطر اللي هو في الاول ده. خلينا كده نعمل التجربة ونشوف. خلينا نعمل له في اول الكود خالص. لللاي برو بتاعتهم وبعد كده تعالى هنا بقى آآ طريقة مختلفة ليه. ان احنا نطبع وهي ايه? ان انا اقول له. انا راجع كده مرة ثانية. او خلينا يعني ماشي خلاص. ماشي. يبقى هي برينت سترينج. حتى هو اعمل لك مسال اهو بيعمل برينت ويدي له دي على طول وخلاص. نفيش اي حاجة تانية. تعالى نجرب. ولكن اخترت ايه? فالمفروض ان المرة التانية لما هيطلعني بقى ان انا اكتب هكتب في نيولاين. خلينا ندخل كده. طلع لي بعد كده نزلني اكتب الرقم الجديد في جميلة جدا. سهلة خلاص في التعامل آآ معها بتديها على طول. وانا هتعمل بقى دي ومسج والقصة اللي هي كانت طويلة شوية دي. هم عملوا الكلام ده كله ويدو لك على طول مكرو بيدي لك الناتج بشكل كويس. حقيقة دي فانكشن جميلة. ومفيدة. ويعني احب فيها زي ما انت عايزت احب فيها وهبعمصوت منك. ولكن مش هي اكتر حاجة يعني ايه عظيمة هم عملوها في حياتك لما عملوا اللي هم عملوها دي. لانت انا نزلت تحت شوية. هتلاقي آآ مجموعة من بقى اللي هي يعني حاجات اكبر شوية من مكرو زي كأنها كده يعني آآ بتعمل لها كل واعظون ان انتم اخدتوا في المنج يعني ايه او لو ما اخدتوش هتاخدوها ان شاء الله. مش عارف بس انتم قافين في المنج دي. خلاصة يعني دي مفيدة جدا آآ اكتر كمان من اللي احنا قريدي اصلا عملناها من غير آآ عملنا الوظيفة بتاعتها من غير ما نستخدمها يعني ولو كنا عايزين نعمل آآ وكل حاجة كنا عملناهم برضو باستخدام مفيش اي مشكلة. حاجة بقى اللي هم بيدوها لك. وانك تعملها آآ مش باستخدام الانترابط صعبة شوية هي الطباعة. انت دلوقتي آآ سواء في الطاسك دي او الطاسك التانية مطلوب منك آآ طباعة يعني قصدي طباعة الالقام. آآ دي بقى التحدي الحقيقي. ليه? دلوقتي آآ خدت لما كنا بناخد الرقم كنا بناخد الرقم من البيوزر على انه هو اسكي. نبدأ نتعامل مع الرقم ده. آآ تعامل يعني طويل شوي. ان انا باخد الرقم اطرح منه صفر للاسكي. اخذنه. اخد تلات ديجيتس مع بعض. اضرب الميات في مية العشرات في عشرة. اجمع. اشوف هو امتين خمسة ومسين وراء. الرقم اللي متخزن عندي في الميموري بعد العملية الطويلة دي بعد مسلا محسايا بقى حتى يعني في التسك التانية مسلا رتبتهم اسمتهم آآ فلدي وزوجي مع رتبت الزوجي رتبت الفلدي عملت كل الحاجات. عايزة طبع بقى الارقام. الارقام متخزنة في الميموري ديسيمال. مش اسكي. صح? او يعني اي حاجة. المهم ان هي مش اسكي. يعني مسلا تعال كده نبص على المسال بتاع الكود اللي احنا عاملينه ده. لو انا كتبت واحد اتنين تلاتة. كنا بنعمل ايه? الكودة او اعمل جمعة الارقام خزنتهم كلهم عنتهم كمبير. طيب لما بيجي عن كمبير. دلوقتي جوا ايه? جوا سبعة بي. لو انا اطبع واحد اتنين تلاتة. لو انا اطبع واحد اتنين تلاتة دي مرة تانية على الشاشة. بعد ما عملت بقى العمليات طلع الناتج منتخزن في في الميموري او جبت الناتج حطيته في القائل. قادي الناتج في القائل. عايزة اطبع بقى عليه. آآ عايزة اطباع على الشاشة. ويطلع مية تلاتة وعشرين. لو انا جيت دلوقتي قلت لك. اطبع لي بقى الرقم يعني اللي هو مش اللي هو مية تلاتة وعشرين ده حيطلع حاجة غريبة تعالى نشوف الحاجة الغريبة دي وبعدين نفكر اه حتطلع هنعمل ايه يعني من باب الفضل صراحة ايه تلت واحد وعشرين اتنين اه انت تلت واحد وعشرين لما الاتش بيكون اتنين براية والي هو الشاشة السوداء اللي حين بتاعتنا دي والكاركتر ده بيكون موجود فين ما يكون موجود في ودي بالمناسبة يعني الطريقة اللي انت تطبع بها تحط بتاعة تعمل تحط بتاع وتعمل وتعمل واحد وعشرين سم طيب تعالى هنا بعد ما عملنا العملية دي تعالى بقى عايز اقول له ايه? آآ موف بكام صفل اتنين موف حاجة اللي في بعد كده انت ضبط واحد وعشرين صح كده زي المسال اهو احطينا احطينا فيها الدياتة اللي احنا عايزين نتبعها اللي هي كانت المفروض تكون مية تلاتة وعشرين مية تلاتة او مية تلاتة وعشرين اهين بعد ما نامل العمليات دي كلها نيجي بقى عملية الطباعة هتلاقي طبعلك آآ رمز كده غريب مين الرمز الغريب ده يا ترى طبعا هو رمز غريب ولا حاجة احنا لو فتحنا جينا عند مية تلاتة وعشرين هتلاقي الرمز اللي الطبع لنا اللي هو عبارة عن القوس كده اللي هو ايه تقريبا آآ اه طيب بس انا عايز مية تلاتة وعشرين مش عايز يطبع لي رموز عجيبة طيب الحل يعني الحل يا سيدي الحل اللي هو جدا ان انت تعيد كل اللي انت عملته من شوية ده ولكن بالعكس رقم الناتج اللي هو عندك متخزن في الميموري كهيكسا ديسيمل تفنطوا احد عشرات مئات تزور عليهم صفر الاسكي حيرجعهم مرة تانية القام بتاعة الاسكي تروح طبيعهم كل واحد كاركتر لوحده يطلع لك واحد اتنين تلاتة انت كبني ادم انت اقرار مية تاتة عشرين هتنبسط تحط بقى بعدها مسافة حط الكومة اطبع رقم لبعد وهكذا او انزل اطبع رقم لبعد زي ما انت حابب بس ده ده كتير يعني كده الصراحة طيب في حل اسهل من كده يعني نحس برضو ان احنا يعني عايزين نعمل ما نعودش اللفة حواليه النفسينا بنطبع وخلاص يعني. اه الحقيقة بقى هي دي فعلا قفية حاجة الناس اللي عملوا ده عملوها في حياتك ان هم ادوا لك تانية اسمها اه برينت نمبر وبرينت نمبر ان سايند دول بياخدوا رقم سواء سايند او من ويروحوا طبعينه على الشاشة على طول ما تحتاجش بقى انت تعمل كل العمليات الصعبة اللي انت ممكن تعملها عشان اه تعمل القصة دي. والحقيقة يعني برضا انا عايز اكون اه صريح معاك هم عاملين برضو تانية اسمها دي بتاخد الرقم بس الحقيقة يعني احنا ما استخدم نهايش لان هي بتاخد وانت عايز هي بتاخد الرقم وانت عايز الرقم في فبالتالي ما استخدم نهايش. وين كان يعني لو عايز استخدمها اتعرف تستخدمها. يعني الحد مش عايز يعمل العمليات دي كلها. عايز يستخدم الفنكشن اللي اسمها او البروصيدر اسمها ويعمل في النهاية على الرقم. اوكي. الريزلت هتكون موجودة في سي اكس. بس يعني احنا بنوع بنتعلم ازاي نتعلم على شوية نتعلم ازاي نعدي شوية مشاكل احيانا تانية. يعني محيس ان احنا خلاص تعلمنا الفكرة اصلا. فتقدر بقى تشوف اي حاجة سهلة على نفسك. يعني حياتنا مش. يلا. الحمد لله. طيب اخر حاجة محتاجة تعرفها لما بتيجي استخدم ان انت او اي بروسيدر من دول يعني غير الماكروز الماكروز انت مش محتاج تعمل لهم وخلاص او بتعوز تعمل لهم فانت بتيجي تحت هنا بعد الكود برضو في الجزء اللي هو بتديفين فيه الحاجات دي. تروح اقايل له ايه? اه عشان تعرف ان انت تطبع الارقم. والرقم اللي انت عايز تطبعه بتكون حطه في تعالى نجربها. اه خلينا ننسخ السطول دي على طول بدل ما قاعد اكتب الكلام ده كله. حالة بقى دي غير الحالة اللي فاتت وانت بتكتب الكود ما نصحكش تنسخ كتير عشان تتعود ان انت تكتب. وانت بتنقل من التوتوريال اه انسخ معلش. اوكي. جينا هنا طبعنا الرقم. لما استعدائنا الانترابت خلاص مش عايزين بقى نستعدى الانترابت اللي هو بيتبع القوس. ولكن هستخدم بقى هو الرقم اللي انا عايزه موجود في دي الاكس. اه الحقيقة هو موجود في الاكس. لان احنا ما جمعنا جمعنا في الاكس. هقول له بقى اا نمبر انسايند. يبقى انا نعمل صديحة ازاي لازم تعمل قبلها يبقى لازم تقول اعملتها كابت المراد مش مهم. هو على طول هيطبع الرقم اللي موجود في الاكس. تعالى نشغل كده. نشوف يا طبعا هيطبع مية تتاتة وعشرين مزبوط ولا لك. يا سلام. طبعا فعلا المية تتاتة وعشرين مزبوط بدون بقى ما احنا نعمل عمليات كتير. بس لو تلاحز ايه? طبعا عامل دلي شوية في الاكسيكيوشن. لو تلاحز ايه? تعالى نشغلو مرة تانية كده. بص احما ليه يعمل ايه? بياخد وقت طويل قوي لانه هو كل بقى الافكار العبقالية اللي لان كنت بشحالك دي. هم نفزوها جوة الكود على طول. فبياخد وقت في التنفيذ شوية. ولو تلاحز برضو وحنا بنعمل الكود بدأ ان هو يكون اتقل شوية. بياخد وقت اطول بيعدي كزا فيز عشان في النهاية يعمل لان فيه دلوقتي بتستدعي الفايل ده. وبالتالي هو انت بتسهل على نفسك وانت بتكتب الكود وتاخد الخطوات ولكن بتصعب على بتاعك ان هو بيكون جواه كود اكبر والكود الاكبر ده بيكون جواه خطوات اطول بيحتاج ان هو ياخدها في وقت اطول. ولكن على كل احوال يعني اعتقد ان هو مقبول جدا ان انتوا تستخدموا دول على طول. اه لو حد حابب ان هو يشتغل له على طول ايه ده ان هو يشتغل بدون اي بالطريقة اللي احنا احناها. لو حد واظن انكم كلكم هتحبوا يسهل على نفسه شوية. هيسهل على نفسه بالطريقة ده. طيب. يبقى احنا كده تعالى نرجع مرة تانية نبص على المطلوبة مننا. يبقى احنا عرفنا ازاي ناخد اه امبوت ده ونتاكد ان هو ازاي اه نطبع الامبوت ده بعد ما نخلص العمليات الحسابية بتاعتنا كلها. ازاي اطلع ليوزر افهمه انا عايز منه ايه? ازاي لو فكرة اصلا ان انا لما ليوزر يغلط انا اتأكد ان هو ما غلطش. ولما يغلط اه ما عدلوش الغلطة. يعني هو مش قاربنا ولا حاجة. واروح اييله ان هو غلط. واطلب منه ان هو استناه يعني صالح الغلطة. اطلع ليسوا كده. حاجات دي مهمة جدا ان الكود بتاعك يكون يعني ايه كده ولما تشتغل معات ولما تسلمه ان شاء الله يبقى شغال. والمعيد بتاعك لما يحب ان هو يوقع الكود. الكود ما يوقعش وكده يعني. وطبعا يعني ايه احنا لو بنتكلم برا التسليم ويا ريت يا ريت يتكلم برا التسليم يعني في حياتك عموما ان انت بتكتب اي كود. لازم تأكد ان الكود بيغطي كل الاحتمالات الممكنة. بالاضافة بقى للنقطتين اللي احنا الساعدينهم ان حجم الكود قد ما نقدر ان هو يكون صغير بتاعه يكون آآ سريع كل ما انت عملت كده كل ما الكود بتاعك كان احسن. ماشي. يبقى يبقى اللي احنا مشرحناهوش اللي مشرحناهوش هو التسك نفسها ازاي تعمل آآ الحسابات بتاعة وهي دول الحسابات الرئيضية انت بتعملهم براحتك. عملية وعملية دي برضو آآ انت المفروض ان انت هتنفذها باستخدام فانا مش مهتمة او الحقيقة او يعني مش شايف انها مسموح لي اصلا ان انا اشرح الكلام ده يتعمل ازاي? ولكن بحب انبيهكم كده في الجزء التاني بالذات ان انتو تذكروا والحاجات دي. هتساعدكم كويس جدا جدا. هتقدي مهم خطيرة جدا في عملية بالذات يعني سواء او عملية بتاع آآ بشكل ما حتساعدك برضو انك تبع عارف الرقم ده ولا بسهولة آآ شديدة. بقى اتمنى ان الفيديو يكون مفيد وان هو يساعدكم في انكم تعملوا بتاعتكم وانكم تعملوا واي طبعا حد آآ وده بقى مسموح عادي يعني ان حد لو هو شغال مش فاهم حاجة آآ مش عارف يفكر في موضوع ازاي وقف في حتة بيعمل حاجة في الكود وبتطلع له مشكلة ومش عارف المشكلة فين. ده بقى مسموح عادي ان انتو تبعثوا وتسألوا حاجاتكم في مشكلة. بس ما حدش يتوقع ان انا هتدي له الكود شغال. انا هفكر معاه لحد ما ان شاء الله يوصل للكود الصحيح. اللي يؤدي للحاجة اللي هو عايز يوصل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.